موسيقى السيسي يتبدل هاتفيا التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك مع قادة وزعماء دول عربية شوكي يشارك في اجتماع تنسيقي لمجموعة الاتصال العربية بشأن الأزمة في أوكرانيا القوات الروسية تقصف مطارات عسكرية ومستودعات وقود وسط أوكرانيا موسيقى ربع عصر النافل قاهرة نشرة إخبارية شاملة على شاشة النيل إليكم التحية تبدل الرئيس عبد الفتاح السيسي تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك عبر الهاتف مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس العراقي برهم صالح ورئيس وزرائه مصطفى الكاظمي وولي عهد أبو ظبيا الشيخ محمد بن زايد وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه الاتصالات الهاتفية مع هؤلاء القادة والزعماء العرب أن خالص تمنياته لهم ولأبناء أوطانهم بكل تقدمي والازدهار هذا قد هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ودع الرئيس في تدوينة على صفحاته الرسمية على مواقع تواصل اجتماعي المولى العلي القدير أن يعيد شهر رمضان الكريم على الأمتين العربية والإسلامية وعلى كل الإنسانية بالخير واليمن والبركات عدا إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له بعد زيارة إلى جمهورية قبرص استغرقت عدة أيام التقى خلالها رئيس القبرصي نيكوس أنستسيادس عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية التي استمرت لعدة أيام بجمهورية قبرص حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل من مصر وقبرص والتقى الفريق أسامة عسكر خلال الزيارة بالرئيس القبرصي نيكوس أنستسيادس وذلك بحضور وزير الدفاع القبرصي وقائد الحرص الوطني القبرصي حيث نقل له تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة كما نقل تحياتي وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي فيما أشاد الرئيس القبرصي بالعلاقات المصرية القبرصية وتوافق الرؤى بين البلدين خاصة فيما يتعلق بتطوير التعاون العسكري المصري القبرصي في ضوء عمق الروابط التي تجمع بين البلدين والتقى الفريق أسامة عسكر بالسيد خارلامبوس بتريدس وزير الدفاع القبرصي حيث أكد على ضرورة استمرار التنسيق بين مصر وقبرص لتحقيق المزيد من التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين ومن جانبه أشار وزير الدفاع القبرصي على أهمية التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات بما يحقق الاستقرار في المنطقة كما التقى خلال الزيارة بقائد الحرص الوطني القبرصي وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون لسيما في المجال العسكري بين مصر وقبرص كما شهدت الزيارة وعقد جلسة مباحثات بين الوفدين المصري والقبرصي تناولت عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أعقبها زيارة الفريق أسامة عسكر للنصب التذكاري حيث قام بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول تلاها زيارة لقيادة القوات البحرية القبرصية تضمنت جولة تفقدية لإحدى الوحدات البحرية القبرصية كذلك زيارة مركز البحث والإنقاذ القبرصي بالإضافة إلى زيارة قيادة القوات الخاصة القبرصية التي تكللها عرض تقديمي عن القوات الخاصة القبرصية وتنفيذ بيان عملي بوسطة عناصر القوات الخاصة القبرصية أعقبه المرور على معرض الأسلحة وأشهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الزيارة بالمستوى الراقي والإمكانيات المتميزة التي تمتلكها القوات المسلحة القبرصية بمختلف أسلحتها وتخصصاتها حضر اللقاءات والزيارات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرصية شارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم عبر الفيديو كونفرنس في اجتماع تنسقي لمجموعة الاتصال العربية المستوى الوزري بشأن الأزمة في أوكرانيا وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابة على موقع تواصل اجتماع تويتر قال إن الاجتماع سيأتي استعدادا لجولة مرتقبة يقوم بها الوزراء إلى كل من موسكو ووارسو بحث وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة السبع والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بحث اليوم مع جيفري ساكس رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة بالأمم المتحدة ومركز التنمية المستدامة بجامعة كولامبيا الأمريكية قضايا عمل المناخ الدولي والتنمية المستدامة وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية سفير أحمد حافظ عبر تدوينة على تويتر إن اللقاء الذي عقد بمقرر وزارة الخارجية يأتي في ضوء حرص الرئاسة المصرية المقبلة للمؤتمر على التواصل مع كافة الأطراف المعنية بتغير المناخ شدد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي على أهمية المتابعة المستمرة للمحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات لمتابعة حركات الأسواق وتوفر السلع وتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال أيام شهر رمضان المعظم وخلال اتصالات هاتفية أجرها اليوم عدد من المحافظين وجه شعراوي الأجهزة التنفيذية بتقديم كل الدعم والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في إقامة موائد الرحمن للتخفيف عن الأسر الأكثر احتياجا كما وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وغرفة العمليات بالمحافظات لتلقي أي شكاوة أو مقترحات من المواطنين لسيطرة على أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع هذا وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها على مستوى الجمهورية وتوجيه الحملات الأمنية كل من كل في مجال تخصصه في إطار استراتيجية الوزارة لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار شهر نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أصفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 40626 قضية تامونية متنوعة من بينها 635 قضية بيع استوانات غاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 10338 استوانة وضبط 73 قضية مواد بيترولية بمضبوطات بلغت 45349 لتر مواد بيترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 210 قضية بيع السلع تامونية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت قرابة 85 طن سلع غزائية وتامونية متنوعة وضبط 52 قضية استيلاء على أموال الدعم بمضبوطات بلغت قرابة 104 طن سلع مدعمة متنوعة وفي مجال ضبط قضايا حجب السلع الاستراتيجية ومواد البناء تم ضبط 265 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 4000 طن سلع غزائية متنوعة و92,985 عبوة زيت طعام و338 طن أسمنت وقرابة 5500 طن حديد تسليح كما تم ضبط 1683 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت أكثر من 7000 طن سلع غزائية متنوعة و41,119 عبوة زيت طعام وقرابة 451 طن أسمنت و491 طن حديد تسليح وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصرية ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 741,292 مخالفة مرورية متنوعة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 16,849 من قائد المركبات تبين إيجابية عدد 940 سائقا منهم كما تم المرور على 511 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4142 من سائق حافلات المدارس تبين إيجابية 5 حالات كما تم فحص 3629 مركبة مدارس تبين مخالفة 65 مركبة الاشتراطات الصلاحية الفنية كما تم رفع 2214 سيارة و279 دراجة نارية متحوكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 64,582 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوزة وفي مجال قضايا الطيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر ثلاثمائة وسبعة وعشرين ألف وستمائة وواحد قضية في مجال سلقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت أكثر من 272 مليون جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر ألف واثنتين وأربعين قضية من بينها ستمائة وسبع وسبعون قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت 196 ألف وسبعمائة وخمس وتسعين وحدة فنية وثلاثمائة وخمس وستين قضية في مجال جرائم المضبوعات بمضبوطات بلغت 73 ألف ومائتين وتسعة نسخ من كتب متداولة بتصريح منتهي ومطبوعات تعليمية وأدبية دول الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وفي مجال قضايا الأموال العامة تمكنت أجهزة الوزارة خلال شهر من ضبط 326 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت قرابة 1.5 مليار جنيها وضبط عدد 277 قضية في مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبية بمبالغ مالية مضبوطة بلغت قيمتها قرابة 79 مليون جنيه مصرية وعملات أجنبية مختلفة بما يعادل قرابة 32 مليون جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضربية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 7576 قضية في مجال التهرب الضربية بقيمة مالية بلغت أكثر من 8 مليارات جنيها قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجال فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة أكثر من 23 مليون جنيها في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة سوشيدة فجر اليوم ثلاثة مواطنين فلسطينيين إثراقيين جنود إسرائيليين بإطلاق رصاص عليهم زعمت قواته الاحتلال أن الشهداء الثلاثة كانوا بصدد شني هجوم على قوات الأمن الإسرائيلية ما أسفر عن إصابة أربعة جنود وتصعدت حدة التوتر خلال الأسبوع المنصرم بين الفلسطينيين والإسرائيليين أعقبتها حملات اعتقال واسعة في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة عربيا أيضا رحب أحمد أبو الغيت تنلمين العام لجامعة الدول العربية بالهدنة الإنسانية التي وافقت الأطراف اليمنية عليها والتي تدخل حيز النفاذ اليوم وتستمر الهدنة لمدة شهرين وأكد أبو الغيت أن الهدنة تستجيب لرغبة الغالبية العظمى من سكان اليمن الذين تفاقمت معاناتهم بسبب الحرب المستمرة منذ سبعة سنوات معربا عن تقديره لجهود الأمم المتحدة والمبعوثة الأممية لليمن في مساعدة الأطراف على التوصل إلى الهدنة تدخل مساء اليوم وهدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد حيز التنفيذ في اليمن بحسب ما أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندنبرغ وقال جروندنبرغ بعد سلسلة لقاءات مع ممثلين عن الحكومة وميليشيات الحوثي أن أطراف النزاع تجاوبوا بإيجابية مع مقترح للأمم المتحدة مشيرا إلى أن الهدنة المعلنة قابلة قابلة للتجديد بموافقة الأطراف المعنية ويتزامن الإعلان عن الهدنة مع مفاوضات تجرى حول النزاع المستمر في اليمن والذي أودى بمئات الألاف ودفع الملايين إلى شفى المجاعة هدد رئيس مجلس السيادة لانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بطرد فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية الخاصة في السودان بسبب التدخل في شؤون البلاد قال البرهان أن بيرتس تجاوز تفريد البعثة الأممية مشيرا إلى أن تدخله السافر في الشأن السوداني سيؤدي إلى طرده من البلاد بالمقابل أكدت البعثة الأممية أنها لم تتقط المهام الموكلة إليها وقرار مجلس الأمة الأمن رقم 2524 لعام 2020 مشددة على التزامها بدعم عملية التحول الديمقراطي في البلاد أكد ميخاييلو بودواليكا مسشار الرئيس الأوكراني أن القوات الروسية تنسحب بسرعة من مناطق في محيط العاصمة كييف ومدينة تشيني هييف في شمال البلاد ومن جانبها علنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استهدفت مطارات عسكرية بمدينتي بولتافا ودينيبرو وسط أوكرانيا وأدت إلى خروجها من الخدمة كما دمرت مستعدعات وقود في مصفات كريمنشوك النفطية ما تسبب في انقطاع امداداتها للقوات الأوكرانية هذا قد أعلن الرئيس الأوكراني برد مارزا لنيسكي إجلاء أكثر من ثلاثة ألاف شخص من مدينة ماريو بول الواقع جنوب شرقي أوكرانيا والتي تحصرها القوات الروسية تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أثرت بسلب على حياة المواطنين الذين اضطروا للفرار من المناطق الساخنة السلطات الأوكرانية أعلنت أن أكثر من ثلاثة ألاف شخص من ماريو بول فروا في حافلات وسيارات خاصة بينما يستعد صليب الأحمر لمحاولة تنفيذ عملية إجلاء جديدة من هذه المدينة الساحلية المحاصرة والمدمرة بعد فشل محاولة أولى لدي سؤال واحد فقط لماذا؟ نحن نعيش فقط كأناس عديم ودمرت حياتنا الطبعية وفقدنا كل شيء ليس لدي أي عمل ولا أجد ابني كان يعيش في مكان آخر على خطي مواجهة مباشرة لم يسمح للناس بعبور الخط وقتل الناس هناك لا أعرف ماذا حدث لابني وما إذا كان زوجي سيتمكن من العصور عليه في جنوب شرق البلاد لا تزال ماريبول محل النزاع بين الطرفين والوضع الإنساني فيها كارثي وبعد قصف استمر أسابيع عدة على هذه المدينة الاستراتيجية الواقع على بحر أزوف أعلنت السلطة المحلية أن ما لا يقل عن خمسة آلاف من أبناء المدينة قتلوا وتفيد تقديرات الأخيرة أن نحو مائة وستين ألف شخص لا يزالون عالقين في المدينة التي من شأن سخوطها أن يؤمن تواصلا جورافيا للروس من شبه جزيرة القرم وصولا إلى الجمهوريتين الانفصاليتين الموليتين للروس في منطقة دونباس الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي أعلن إنقاذ أكثر من ثلاثة آلاف شخص من مدينة ماريبول من خلال ممرات إنسانية في ثلاث مناطق دونتسك لوغانسك زابوريتجيا حيث تم إنقاذ ستة ألف مائتين وستة وستين شخصا بينهم سلاثة ألاف وواحد وسبعون من ماريبول وتجري عمليات إجلاء المدنيين بشكل تدريجي بعدما كانت مستحيلة على مدى أسابيع اعتبر الرئيس الأوكراني بلانمير زيلنسكي أن انضمام بلاده إلى حلف الشمال الأطلسي من شأن تقوية الحلف وأعرب زيلنسكي عن أسفه لعدم قبول الناتو انضمام أوكرانيا إليه على رغم من إمكانيات بلاده في قرد أوروبا وفقا لتقديرات الرئيس الأوكراني من جانب آخر كشف الرئيس الأوكراني عن دراسة الولايات المتحدة اقتراح كياب إبرام اتفاقية أمنية بين الجانبيين من شأنها أن توفر دعما طويل المدى لأوكرانيا عاشية اجتماعات عالية المستوى بين كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي والرئيس الصيني طالبت الخارجيات الصينية الاتحاد الأوروبي بعدم المغالاة في تقدير دور بكين لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا كما رفضت الخارجيات الصينية وقف أي علاقات انتجارية مع روسيا عاشية اجتماعات رفيعة المستوى بين كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي والرئيس الصيني طالبت الخارجية الصينية بروكسيل بعدم المغالاة في تقدير دور بكين لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا وألقت بكين بالمسؤولية على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في هذا الشأن لا أعتقد أنه يجب تقدير الدول الصينية بأسلوب مبالغ فيه لأن التحرك العسكري الروسي قرار يتخذ بمقتضى سيادة الدولة لا يتعلق الأمر مثلا بأن تقول بكين موسكو يجب عليك أن توقف الحرب فيوقف الروس الحرب ليس الأمر كذلك إن مفتاح حل الأزمة ليس في أيضا الصين إنه في يد واشنطن وبروكسيل ومن الممكن أيضا أن يكون بيد موسكو كما رفضت الخارجية الصينية وقف أي علاقات تجارية مع روسيا مشيرة في هذا الصدد إلى عدم وقف الاتحاد الأوروبي جميع علاقاته التجارية مع موسكو ليست الصين جانبا من أزمة أوكرانيا ولا نعتقد أن علاقاتنا التجارية طبيعية مع أي دولة لا يجب أن تتأثر خاصة لأنها تتعلق بمصالح صينية تعتمد على التجارة مع جميع الدول بما فيها روسيا وفي تساؤل مباشر أراد مسؤول الشؤون الأوروبية بالخارجية الصينية توجيهه إلى واشنطن شكك وانغ لو تونغ في حسن نوايا الولايات المتحدة تجاه روسيا في خضم الأزمة الأوكرانية القضية هي ما الذي يهدف إليه الأمريكيون هل يعملون للوصول إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا أم أنهم يرغبون في إضعاف روسيا أو كما يقول البعض يعملون على تغيير الحكومة الروسية إذا كانت نية الأمريكيين تتعلق بوقف إطلاق النار أعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يرتب بمنتهى السهولة هكذا خرج كبار مسؤول الاتحاد الأوروبي من محادثاتهم مع قادة الصين دون جدوى ويبقى التوجس الأمريكي من دعم بيكين لموسكو هاجسا يؤرق واشنطن من جدوى العقوبات الغربية على موسكو أعلنت وزارة الدفاع الأمريكي الفانتسجم أنها ستخصص 300 مليون دولار إضافية على شكل مساعدة أمنية لأوكرانيا لتعزيز قدراتها الدفاعية قال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي أن الولايات المتحدة التزمت حتى الآن بأكثر من مليارين و300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ تولي إدارة بايدن السلطة بما في ذلك أكثر من مليار و600 مليون دولار من المساعدات العسكرية منذ بدء العملية العسكرية الروسية مؤكدا في الوقت نفسه التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا وحدة أراضيها دعما لجهودها البطولية لصد العملية العسكرية أعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي أنه سيرأس بعثة مساعدات ودعم إلى محطة تشيرنوبل النووية في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن ستكون هي البعثة الأولى من سلسلة البعثات المعنية بأمن وسلامة المحطات النووية في أوكرانيا فيما يعد انفراجة لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلن مديرها رفايل جروسي التوصل إلى إطار اتفاق بشأن تأمين محطات الطاقة النووية وسلامتها بأوكرانيا لكن بصورة منفصلة مع روسيا وأوكرانيا قل على حدة جروسي أشار إلى أنه سيرأس بعثة مساعدات ودعم إلى محطة تشيرنوبل النووية في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن وستكون الأولى من مجموعة من البعثات المعنية بأمن وسلامة المحطات النووية في أوكرانيا بالطبع إننا نرى ذلك كخطوة في الاتجاه الصحيح سنذهب إلى هناك في القريب العادل لأنه أمامنا الكثير من العمل ونأمل أن نبدأ العمل التقني بجميع الأماكن التي طالبنا بدخولها تأتي تلك تطورات عقب إعلان الهيئة النووية الأوكرانية أن مفاعل تشيرنوبل النووي عاد لسيطرة الأوكرانيين وأن روسيا لم تعد مسؤولة عن الموقع النووي الواقع شمال البلاد بعد انسحاب قواتها منه وخلال الأيام القليلة الماضية قام جروسي بزيارة كل من أوكرانيا وروسيا حيث التقى بمسؤولين من الدولتين للاتفاق على التفاصيل الفنية لتأمين المواقع النووية في أوكرانيا وقد تورطت أنباء عن تعرض جنود روس لتلوث إشاعي كبير عند قيامهم بحفر خنادق في الغابة الحمراء المحيطة بمفاعل تشيرنوبل وهي تعد المنطقة الأكثر تلوثة إلا أنه لا يمكن تأكيد تلك الأنباء خاصة أن قياسات الإشاعات في محيط المفاعل في مستوياتها الطبيعية ينظم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم أول مهرجان الانتخابي سعيا لتعبئة أنصاره قبل ثمانية أيام من الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية كانت استطلاعات الرئي قد أظهر التقدم ماكرون على منافسته الرئيسية مارين لوفان بفارق ضئيل بسبب المعلومات التي انتشرت مؤخرا حول لجوء السلطات العامة بشكل مكثف في عهده إلى خدمات مكاتب استشارات خاصة وارتباط سلطاته بأوسط المال دفعت السلطات في سريلانكا بتعزيزات أمنية وسط تصعد الغضب احتجاجا على إدارة الحكومة للأزمة الاقتصادية في البلاد انتشرت قوات الأمن في شوارع كولامبو عاصمة سريلانكا مع فتح المتاجر الأبوابها تدريجيا في اليوم الأول بعد إعلان الرئيس جوتابايا راكباسكا حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد كانت اشتباكات قد اندلعت بين محتجين وعناصر الشرطة والجيش بسبب الاستياء من نقص الوقود وغيره من المواد الأساسية وانقطاع مستمر للكهرباء أسفرت عن مقهي إصابات وخسائر في الممتلكات أعلنت وزارة الصحة والسكان أن متوسط عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 559 إصابة خلال الأسبوع الماضي في حين بلغ متوسط الوفاة اليومية 8 حالات وقال دكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم الوزارة أن متوسط عدد المتعافين اليومي من الفيروس بلغ 565 بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم لأصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن إلى أكثر من 438 ألف متعافي وذكرت جامعة جونس هوكينز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس حول العالم ارتفعت لأكثر من 489 مليون إصابة وأفادت الجامعة أن إجمالي الوفاة جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى أكثر من 6 ملايين حالة وفاة وأوضحت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة والتي بلغت أكثر من 80 مليون إصابة في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية تليها البرازيل بأكثر من 29 مليون أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ثلث سكان العالم لم يتلقوا بعد جرعة واحدة من لقاح كورونا من بينهم 83% من الأفارقة قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تدرس سادانوم إن هذا أمر غير مقبول على الإطلاق مشيرا إلى قيم المنظمة بإطلاق استراتيجية جديدة لتوسيع نتق المراقبة الجينية لمسببات الأمراض الفتاكة وأضاف أن هناك ثلاث سيناريوهات محتملة لكيفية تطور الوباء هذا العام أن السيناريو الأكثر ترقيحا هو أن الفيروس يستمر في تطور لكن شدة المرض التي يسببها تقل بمرور الوقت مع زيادة المناعة بسبب التطعيم والعدوى نشر علماء أول خريطة كاملة للجنوم البشري مكملة لجوانب منقوصة في جهود سابق جهود عشرات السنين كلا لها علماء أخيرة بكشف متكامل اتحاد هائل يضم عشرات المؤسسات ومئات الباحثين تمكنوا أخيرا من وضع مسودة أو بالأحرى خريطة كاملة للجنوم البشري بعد أن أضافوا الأجزاء الناقصة من تلك الصورة الفريق العلمي قال إنه رسم خريطة جينية بشرية كاملة للمرة الأولى ما يفتح الباب أمام اختراقات طبية في أمراض القلب والسرطان والخرف هذا الإنجاز جزء من جهود مئات الباحثين وعشرات المؤسسات لإنتاج أول خريطة كاملة للجنوم البشري الخريطة المرجعية السابقة كانت ناقصة بنسبة ثمانية بالمئة كانت المسودة الأولى للجنوم البشري نشرت عام 2000 لكن كان ينقصها نسبة ثمانية بالمئة من أكثر من ستة مليارات عنصر في الحامض النووي البشري يتكون منها الجنوم تمكن الفريق من وصف أول تسلسل كامل للجنوم البشري أو بمعنى أوضح مجموعة التعليمات الخاصة ببناء الكيان البشري الجهود السابقة التي قابلها العالم بحفاوة بالغة لم تكن كاملة لأن تقنيات وصف تسلسل الحامض النووي عجزت عن قراءة أجزاء بعينها من التسلسل على مداري عشرين عاماً تطورت التقنيات بشكل هائل بما في ذلك تقنيات قراءة التسلسلات الطويلة التي تسمح لنا بتجميع ذلك الجزء الناقص من الجنوم الأمر يعادل إضافة كروموزوم كامل للجنوم البشري يقول العلماء إن صياغة خريطة كاملة للجنوم البشري سيكون لها تأثير كبير على فهم تطور الجسد البشري كما سيفتح الباب أمام اكتشافات طبية في مجالات مثل الشيخوخة والأمراض المصاحبة لها والسرطان وأمراض القلب فانوراما الرابعة متواصلة نتابع فيها بعد أخبار الاقتصاد زوار بيت الله الحرام يستقبلون رمضان في أجواء من الخشوع ونفحات من الإيمان الآن نتابع أهم وآخر أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد بصحبة زميلة دينا قنديل إليك دينا أشكر الكريمة إلى أخبار المال والأعمال المالية تؤكد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتعظيم استثمارات وتزليل العقبات أمام المستثمرين أهلا بكم أكد وزير المالية محمد معيط أن الدولة تتولي اهتماما كبيرا بتعظيم الاستثمارات في مصر من خلال تزليل العقبات أمام المستثمرين وتطوير البنية التحتية وميكانة الإجراءات ومنظومات الأعمال المرتبطة بمجالات الاستثمار المختلفة وعلى هامش مشاركتهم في القمة العالمية للحكومات لعام 2022 بدبي أكد وزير المالية ونظيره الإماراتي محمد بن هادي الحسيني أكد ضرورة تعظيم جهود التكامل العربي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وأعرب معيط عن التطلع لتعزيز سبل التعاون الثنائي على نحو يصهم في تشجيع الاستثمارات المشتركة وبذل كل الجهود لجذب المزيد من المستثمرين الإماراتيين إلى مصر بدأ نحو 40 ألف منفى التموينية في صرف مستحقات المواطنين من السلع على بطاقات الدعم تزامنا مع بداية شهر رمضان يأتي توفير السلع في وقت تواصل الدولة جهودها للتخفيف عن كاهد المواطنين بتخفضات تصل إلى أكثر من 30% من الأسعار في معارضها المختلفة على أبواب أقصر من 40 ألف منفى توفد المواطنون لصرف مستحقاتهم التموينية على بطاقة الدعم 72 مليون مواطن توفر لهم الدولة دعم من السلع يصل إلى 40 مليار غنيها سنويا طبعا التموين كويس جدا وبيوفر علينا الزدك تحل والسكر نظيف وحاجة كويسة وأرخص من بره وبعدين يكفي أنه هو دعم يعني يكفي أنه هو الدولة عامنا لنا بدون أي فلوس المفاجأة وهذا الشهر جاءت لتخدم المواطن للحصول على احتياجاته السلعية من المعارض بتخفيضات كبيرة ثم سلع التموينية التي لا يدفع فيها سوى سنين من الجنيهات وحرصا من الدولة لتوفير ذلك فإن التموين قد وفرت ما يزيد عن الـ 20 صنف يتنوع ما بين الزيت والأرز والسكر والمقرونة وغيرها من السلع الأخرى الأسعار دائما هي زيت بـ 25 جنيه السكر بـ 10 جنيه ونصف ما فيش أي تغيير في الأسعار البداية متوفرة الأسعار دائما كمان أسعار استرشدية وتخصم من الدعم التاع كل ذلك يتوافر في 1500 مغزان فالانتشار الكسيف لتلك المخازن سواء بالقرى أو النجوعة جعل منها طريقا سهلا لتوفير كل احتياجات المواطنة على بطاقة الدعمة بسهولة ويسرى فبحسب الأرقام تنخ الدولة يوميا ما يصل إلى الأربعة ألاف طن سقرة والسلاسة ألاف طن من الزيتة بنركز دلوقتي على 27 صنف بتاع منظمة التموينية اللي هو بيصادف النهاردة اليوم الأول من صرفها للبدال التمويني علشان شهر أربعة السلع كلها متوفرة بسيش نقص فيها ما فيش أي عاجل في أي صنف من الأصناف هذا العرض الكبير من السلع يستطيع من خلاله التاجر لاختيارها البقال بيجي قدامه 27 سلع على مستوى الفروع بيخش ياخد السلع اللي هو عايزها للمنطقة اللي هو محتاج فيها المواطن السلع اللي بتتماشى مع المنطقة بتاعته متوفرة بجودة عالية سكر رز زيت جبنة مسحوق مسحوق غسيل مسحوق أوتوماتيك سابون غسيل سابون تواليت بين سلعين وفرتها الدولة للمواطن على بطاقة الدعم بالمجانة وأخرى بتخفيضات بالمعارضة تقوم الدولة قد أوفت واستوفت كل احتياجات المواطنة من السلع بحسب خبراء رمضان الشحاتة النيل قال وزير الإسكان والمرافق عاصم الجزار إنه تم ويجري تنفيذ 19 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي لخدمة أهل محافظة مطروح وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة للوزارة تتولى تنفيذ تلك المشروعات أضف وزير الإسكان أنه تم الانتهاء من تنفيذ أربعة مشروعات لمياه الشرب المحافظة مطروح بينما يجري تنفيذ محطة تحلية شرق مطروح أكد وزير الموارد المائية محمد عبد العاطي أن هناك تأثيرا واضحا لتغير المناخ على الدورة الهيدرولوجية للمياه وعلى إمدادات المياه العذبة بشكل غير متساوين في جميع أنحاء العالم وهو ما يمثل تهديدا خطيرا للأمن المائي والأمن الغذائي جاء ذلك في كلمة لوزير الرئيخ إلى لمشاركته افتراضيا في جلسة بعنوان حوار حول ندرة المياه والهجرة التحديات والفرص من أجل التمية المسادمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنعقد ضمن فاعلية مؤتمر أسبوع المناخ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكد وزير الاقتصاد التونسي سامير سعيد أنه سيتم اتخاذ خمسين إجراء عاجلا لتنشيط الاقتصاد التونسي تنقسم تلك الإجراءات إلى أربعة محاور هي دعم سيولا وتيسير وصول المؤسسات إلى التمويل وكذلك إعادة تنشيط الاستثمار كما تشمل المحاور تسهيل الإطار القانوني والترتيبية لمناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات لدفع التصدير ختم أخبارنا الاقتصادية ومن جديد عودة إلى كريمة الحلفاء شكرا لك دينا على هذه القراءة لأخبار الاقتصاد نستكمل مع حضراتكم أخبارنا بعد ساعة من إعلان العديد من الدول الإسلامية بدء شهر رمضان المعظم رفع الحرم المكي آذان الفجر ليستقبل ضيوف الرحمن وسط بهجة المسلمين بعودة ممارسة الشعائر في الكعبة المشرفة بعد أن تسببت جائحة كورونا على مدار عامين في عزل ملياري مسلم في العالم عن تقوسي رمضان المعظمة بصوت تكبيرات الحرم المكي قبلت المسلمين في شتى بقاء الأرض طاف ضيوف الرحمن حول الكعبة المشرفة وأقموا الصلوات في الحرم المكي بعد أن أعلنت الدول الإسلامية بداية شهر رمضان المعظم المملكة العربية السعودية التي تحتل مكانة عظيمة في قلوب المسلمين حول العالم لوجود الحرمين شريفين بها استقبلت ضيوف الرحمن بتقوس روحانية استهلتها بإقامة صلاطية التراوح والفجر مع الإعلان عن أول أيام الشهر الفضيل ومع إعلان رؤية لال شهر رمضان في العديد من الدول الإسلامية عمت البهجة نفوسها ومنازل المسلمين خاصة مع تخفيف القيود المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا الأمر الذي يسمح هذا العام بعودة التواصل والتراحم بعد أن تسببت الجائحة في عزل مليارين مسلم في العالم عن تقوس رمضان الروحانية على مدار العامين الماضيين ورغم اختلاف موعد بدء شهر رمضان في العديد من الدول العربية عن أوروبا إلا أن المسلمين بالقارة العجوز بدأوا في التحضير لاستقبال الشهر الفضيل رغم مخلفات الحرب المستعرفة في أوكرانيا من وطأة أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في معظم أنحاء العالم ما قد يؤدي إلى تراجع الاحتفالات العائلية التي كانت أبرز قليد في الشهر الكريم قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف الحلقة الأولى من مسلسل دنيا تانية لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية وتم إذاعتها بالتحايل مؤكدا ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحظوف منها مشاهد تتعلق بزن المحارم جاء ذلك بناء على شكوى عاجلة مقدمة من الدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية الذي أكد أن الحلقة الأولى تمت مراقبتها بالفعل لكن قناة النهار تحيلت وأباعة الحلقة التي تتضمن المشاهد المحظوفة نشرتنا متواصلة نتابع فيها بعد أخبار الرياضة مسجد يوسف أغا بمنطقة باب الخلق تحفة معمرية واثرية في وسط القاهرة نستكمل مع حضراتكم هذه البانوراما يعد مسجد يوسف أغا في منطقة باب الخلق بالقاهرة تحفة معمرية واثرية يرجع تاريخ إنشاؤه إلى عام 1625 ميلاديا حيث صمم المسجد أو تم تصميمه على طراز المملكي العثماني قبل أربعة قرون في منتصف الطريق وأنت في منطقة باب الخلق ستجد هذا المسجد يقف شامخا فمسجد يوسف أغا يعكس الفن المملكي في عصر الدولة العثمانية مسجد بناه يوسف أغا المعروف بالحين عام 1035 هجرية 1625 ميلاديا هذا المسجد يعتبر من الطراز العثماني ولكن تخطيطه بني في العصر العثماني ولكن تخطيطه على الطراز المملكي بناه الأمير يوسف ابن عبد الله المشهور باسم الحين يقع هذا المسجد في ميدان من أهمية دين القاهرة وهو ميدان باب الخلق ميدان باب الخلق كان له اسم قديم اسمه باب الخرق وكان أنشأه الصالح نجم الديني أيوب في نهاية العصر الأيوبي ثم تغير اسم هذا الميدان إلى ميدان باب الخلق توسط المزرد في شارع بورسعيد أو من اتجاه محمد علي شارع محمد علي أمر يرجع إلى عبقرية المصمم أو المنشئ حيث أنه لو أنشأه جانبا لا رحل أو ذهب إليه القليل من الناس أو صلى فيه القليل من الناس أو استخدمه القليل من الناس لكن توسطه في هذا المكان كان دليلا على عبقرية المنشئ حيث أنه أراد أن يصل إليه من هنا ومن هنا من الجانبي المسجد يشبه في تخطيطه المدرسة حيث يتوسطه صحن تحيط به أربعة إيوانات أما إيوان القبلة فيحتوي على محراب مزخرف بالرخام الملون وعلى يمينه منبر خشبي تظهر به النقوش على شكل الطبق النجمي برعاً صحن أوسط يحوط به أربع إيوانات والإيوانات دي كانت مخصصة في بعض المسجد الأخرى لدراسة المزاهب الفقهية الأربعة ومن الحاجات المميزة في المسجد أن المسجد مدخله منكسر يعني ما بتخش من المسجد مش مستقيم كده بتخش على الصحن على طول لا المدخل نفسه منكسر كان هذا الضريح قبة بجوار هذا المسجد ولكن عندما تم افتتاح شارع محمد علي في عهد الخديوة توفيق سنة 1875 قام بهدم هذه القبة ونقل ضريح هذا المنشئ بداخل هذا المسجد الموجود في الجامع في رواق من أروقة المسجد ويضم المسجد سبيل يعلوه كتاب وحجرة التسبيل مستطيلة ضلعها الأكبر يقع على شارع برسعيد وبه شباك التسبيل الوحيد كما يعلو السبيل كتابات تبدأ بالبسملة ثم آية الكرسي يتبعها أفكار دينية عمارة فريدة وموقع متميز يمتلكه مسجد يوسف أغلحين الذي تم تأسيسه قبل أربعة قرون يؤكد على روعة وجمال الأعمارة الإسلامية على مر الزمان من أمام مسجد يوسف أغلحين بمنطقة داب الخلق أشرف مبارك النيل في ختم نشرتنا الإخبارية لم يتبقى سوى تذكير بأبرز العنوين الرئيس السيسي يتبادل هاتفين التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك مع قادة وزعماء دول عربية شكري يشارك في اجتماع تنسيقي لمجموعة الاتصال العربية بشأن الأزمة في أوكرانيا قوات روسيا تقصف مطارات عسكرية ومستودعات وقود وسط أوكرانيا مالذة يجي موقعنا الإلكتروني للمزيد من التفاصيل نشكر لكم طبا المتابعة دمتم في أمان الله